لكن أنا هقول حاجة بما أننا فتحنا التحديات الخارجية كثير من العابرين بيواجهوا مشكلة أنه هم عندهم مشاكل مع أهلهم أنا كان عندي مشاكل مع أهلي وممكن يكون أنا أعرف ناس أهلهم هم اللي بلغوا عنهم السلطات وكده ولكن أنا عايزة أقول أن بلاش تسيب المرارة تدخل في قلبك لو أنت عابر وتعرضت المواقف زي كده واتمن أهلك أنا بصلي معاك دلوقتي أن ربنا يكسر روح المرارة من جواك ربنا يلمس قلبك دلوقتي لمسة بالروح القدس بالروح القدس الروح المعزي الروح اللي بيقودنا الروح اللي بيملانا الروح القدس يملاك النهاردة ويكسر من جواك كل روح مرارة لأن المرارة ده هي بتوقف العلاقة يعني بتبقى عاملة زي الرواسب بتعيق العلاقة ما بيننا تدفق العلاقة ما بيننا وما بين الله الغضب المختزن يعني غضب وغضب وغضب عم نخزن في جوانا مثل البركان الثائر بيغلي من جوا عم بيدور نفسه بقول لألا يطلع أصل لأمرارة فيتنجس الجسد كله لأنه المرارة إلها نتائج لابد أنه تظهر نتائجها وطبعا مثل ما ذكرت طبعا الشخص العابر يعني كل ما هناك أنه اختبر المسيح والمسيح بشهادة كل الديانات والكون كله والعلماء والأعداء لا مثيلة له متفوق يعني ما راحش للإلحاد ولا راح لأي ديانات خرافية ولا يعني ده أجل المسيح اللي هو قمة يعني الروعة قمة الروعة فبيعتبروه عدو في البيت خائن للوطن وخائن للدين بتعرف الشيء اللي لمسته كمان من خلال معرفته كتير من العابرين يتهم إنه خائن للوطن بينما رجال الدين في وطنهم لما بتسمع خطبهم بتلاقيهم إنه خونا فعلا بكل معنى الكلمة أنا بتكلم لأنه إحنا أجينا من عائلة وطنية لكن السؤال إنه أنا بشوف أغلب العابرين بحبوا بلادهم بحبوا وطنهم بيصلوا لعائلاتهم عم بيغفروا عم بيسامحوا عم بيصلوا من أجل الحكومات والرئاسات لا أعتقد إنه الدين عم بيخليهم إنه يصلوا للرئيس ولا للسلطات ولا لكده إلا الشخص المؤمن المسيح رسالته محبة بالزبط فالمسيح لإنه رسالته محبة المحبة بتغمر قلبي الأول حاجة بيتعلمها أي عابر إيه رسالة الصلاة الربانية الصلاة الربانية بتقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا أنا محتاج إن أنا أغفر وحقيقة بتقول إنه فعلاً في عابرين كتير وإحنا كلنا بنصلي من أجل وطننا وأنا بصلي من أجل الشرق الأوسط كله مش وطني بس لا لا وبيحبوا وطنهم وإنه الأخطر والأصعب إنه لما يتهم الشخص اللي بيحب وطنه خاين بينما الخوانة اللي بيستخدموا بتاجروا ببيعوا الدين هؤلاء المرغوبين يعني بالنسبة للوطن يعني هو تركيبة الشرق الأوسط غريبة عجيبة يعني الدين إيه بتاعنا كله ملخبط بصراحة ولكن يعني الناس اللي بتحب ترفض والناس اللي بتكره تقبل يعني ويلن للقائلين للخير الشر والشر خير للظلمة نور والنور ظلمة انقلبت المقيس والمعايير العابر هو شخص بحب عيلته وبحب بلده وبحب شعبه وبحب ناس وبالدليل إنه عم بيصلي بدموعه وحرارة من أجل خلاص بلده موسيقى موسيقى